ما تخافش على الأهل بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل في برنامجكم ملك وكتابة أينما كنتم هي كلها مسألة وقت وتوقيت إبراهيم أهلا بك يا برشمان أهلا بكم أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم والحلقة رقم سبعمائة وسبعين من ملك وكتابة حلقة الاثنين يبدأها المهندس عدلي بالتأكيد على الوقت والتوقيت خير ناس كتير عمالة تقول طب عندنا نشينا هم طب هو أنت ما كنت فاد ما شاركتهمش من بدر ليه وطبعا طالت الاتهامات جزء منها موسيماني وجزء منها سوارش وجزء منها الإدارة وجزء منها يعني مناخ عام حواليك لكن أستاذ إبراهيم تصدقني الوقت الذي تدفع فيه بالناشئين في محاولة تغيير الجلد الحقيقي أنا لا يتحدث عن ناشئ يخش بفوصة فرقة ماشئة ولكن يبقى يعني تلت الفرقة مثلا قوامها من الناشئين لا يمكن وإنت ماشي وعندك طموحات وعندك أمل وبتنافس تقدر تاخد هذه الخطوة هتقول الزمالك الزمالك لو ترجع بالذاكرة لم يلجأ إلى خطوة الدفع بالناشئين إلا بعد أن تردت النتائج وكان وقتها في يرى هو اللي في مرمى نيراني النقد والراجل لأنه يعني غامرة ولأنه كان شايف أنه محتاج حيوية في الملعب وكان مضطر للنسبة كبيرة ما أنا بقول له وقف القيد بالنسبة له ما جابشي لعيبة يعني هي مش عايزين نقعد لا جاب لعيبة جاب لعيبة لا القيد اللي فات كان مقوف وجاب لعيبة الجزيري ما هو جديد جاب لعيبة صاث ابراهيم ما احنا نقعد نقول القيد مقوف والمعارين رجعوا واخد بالك هل هو كان نوي يغير حد بالأجنب دي سياسته مش هي دي النقطة أستاذ ابراهيم أستاذ ابراهيم أنا بأتكلمك على مدرب جاء في ظروف فتعثرت النتائج خرج من أفريقي وفقد عشر نقاط في وقت وجيز فابتدع حتى الناس وبعض برامج منتمية لزمالك وقل لك قدت اللبس ومش قدت اللبس وابتدوا تكلموا كده الراجل دفع بالناشئين وهي دائما يعني لما يكون عندك ناشئين كويسين بتبقى المغامرة محسوبة فتحقق النتائج شالت في الفطرة دي مع الفريق الأول اكتملت الحيوية وثابتوا أن بعض أولئك الذين يجلسون على دكة البودلاء كانوا يستحقون الفرصة منذ زمن أنت في النادي الأهلي راجع من ثالث العالم وعندك تحديات نهائيات بطولة أفريقيا الجديدة ثم الدوري بمؤجلاته والاضطرابة الذي حدث موسيماني راجع لا مش راجع بالآخر كده موسيماني ما كانش عايز يكمل عشان تبقوا يعني يفاهمين لأنه تعرض عليه لكن تعرض عليه في ظل مناقشة فنية قال لهم أنا تعبان أنا مرهق أنا ما أقدرش على الضغط ده وأنا عايز أرتاح وهو دي الوقت في فطرة استجمال فعلا وبيرتاح ما بين اتخاذ القرار والقرار اللي ربما يكون مخطط له أو لا مش عايزين أن نخش قوي في حتة موسيماني لأنه ما كانش ممكن اللي يجي بعديه يروح رام الفوطة وقول حالعب هريح الكبار دي خطوة خطوة عايزة ظروف زي اللي ده اللي بسميه التوقيت بقى التوقيت ده يسمح لك أنك لما تأخذ هذه الخطوة هيبقى مرحب بها وتتسيق عن تأخذها وأنت في مساندة إعلامية وجماعيرية وبدون ضغوط وعندك ناشئين هيقدر يقولوا كلمته والمراحل السينية اللي قال لي منهم فيها مواهب عالية جدا 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 كما تحدثت مع كابتن خالد بيه فإذا مسألة التوقيت هو ده التوقيت وهو ده كان التوقيت تعز مالك كانش يقدر في ظل المنافسة المحتدمة أنه يبقى أو يعني أنا بكلمك في النورمال في الطبيعة أما هي مسألة وقت بقى هي مسألة وقت ويتعافى النادي الأهلي وتغلب على كافة الصعاب اللي بعضها هو يعني مناخ يخصه ومعظمها مناخ لا يخصه يعني أنت بتتعامل مع مسؤولين في الكورة زي ما يكونوا يعني همهم إزاي أن تتعثر لدرجة أنهم يعني يطلع لك همهما يقول لك لما كانش الأهلي طلب تغيير لجنة الحكام كنا غيرنا يا سيدي مش عايزينك تغيرها إحنا عايزينك تغير أسلوب العمل ما أنت ممكن إحنا عملين نغير لكن أسلوب العمل واحد كل اللجوم يشتغلوا بنفس الطريقة النهاردة الكابتن يقول لك لاتنبرج حييجي ومحتاج واحد مصر جانبه فحيكون الكابتن عصاف الله يعني اللي حيوشوشه في ودنه الكابتن المسؤول عن الأزمة اللي إحنا فيها دي يا جماعة والنبي ملكوش دعو بالأهلي أنتوا عايزين تصلاحوا ولا عايزين تبينوا مين الأقوى لا أنتوا الأقوى خلاص صلحونا كورة عشان كده هذه الحلقة المهمة فيها تفاصيل كثيرة في الأزمة وهذه أبرز عنوينها مقالي ومقاله دعوة شبير الغربال وحية أهلي وشبابه وبعضمت لسانه الجمهور الحبيب الحصن والرقيب والشموع الحمراء عن علي بيك أبو الفتوح وفي أسرار الملك الموت عشقا وأخيرا مجلتنا من أربعين سنة ده أبرز أو أهم عنوين الحالة لكن عايز أقول لكم أنه بكرة الأهل إن شاء الله على موعد مهم مع قرع الدوري أبطال أفريقيا تعرفين أنه كتر الكلام قوي حوالين مين اللي يشارك ومين اللي ما يشاركش والكاف مش عارف خد شكوى من مين ومين تدخل عشان يعمل إيه الكاف حسم الأمر واعتمد مشاركة الأهل والزمالك في دور الأبطال وبرامز وفيوتشار في كأس الكومفدرالية كمان المجوم يعددوا عدد الأندية المعافية من المشاركة في الدور التمهيد الأول بحسب التصنيف والنقاط وفقا لآخر المشاركات في السنين الأخيرة كان إعفاء ستة أندية من الدور التمهيد الأول الأهل والوداد الرجاء والترجي ثم سانداونز ومازينب الكنغولي وبالتالي إيه زمالك يشارك في الدور التمهيد الأول وطبعا فيوتشار هيشارك في الدور التمهيد الأول للكومفدرالية الاتحاد الأفريقي أعلن أن القرع هتجرى السلساء في مقر الكاف في القاهرة وقال في بيان رسمي أن البطولة في شكلها الحالي هتشهد زي ما قلتلكوا إعفاء ستة أندية من المشاركة في هذا الدور وأن الدور التمهيد الأول هيقام خلال الفترة من 9 إلى 19 الزهاب والإياب ثم في أكتوبر الدور التمهيدي التاني إيه اللي حيفضي إلى دور المجموعات ابتداء من دور الستاشر إن شاء الله يعني زبعة بصنع محلة أه أراضوا مزيدا من التشتيت والتشتيك لكن اللي حصل عمل إيه بقى قدى مزيدا من التوثيق توثيق إيه بقى لمعيير التصنيف آه يعني خلاص بقى محدش يكلم معلش يقول لشو أحن أكد عليه ها ها اتحطيته في دور الاربعة وستين بالنقاط بالتوثيق توثيق المعيير يلا المهندس عامر حسين عضو اتحاده الكرة بيرافق مستر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب في جولته بين الأندية والتقى في الإسكندرية وزار أستاذ برج العرب وشرح له المهندس عامر حسين خريطة المسابقات في الموسم الجديد والظروف اللي مرت بها البطولة حتى تم تمديد معادها لغاية الآن وما ينتظر الموسم القادم للاستقرار على شكل المسابقة في الموسم الجديد إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب المصري وأي تخطيط فيه ثبات خطة ثابتة لازم نحتفي بها مهما تكلفت لأن يعني ما حنفضل في في السنية دي نكلف ولا نشتغل صح ولا على قد اللي حافك مد رجليك يعني لكن واضح إن الحاف في اتحاد الكرة فجأة طالة وطالة وامتد إلى ما لا نهاية كمان كمان المدارب المنتخب الإلومبي آه يعني مكيلي أو مدارب برازيل كبير شوفت كابتن براكاتو هو بيقابله بيقدم له مدارب برازيل كبير يعني ده اللي خد الزهبية مع منتخب البرازيل في ريدو جانيرو طيب إذن إحنا بدأنا نجيب كواليتي تصنيف عالي بس كواليتي التصنيف العالي عايز تنظيم عالي بالضبط لأن الفوضى تحولوا لأي حد حموكش حموكش ها يعني 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 في الفوضى يتتساوى الخبرات بالعكس ده فيه خبرات فوضى ما يتجاوزوا الأجانب فإحنا عايزين وإحنا بنجيب المصاريف دي كلها نبتدي بقى نكون آمنة ولذلك أنا بقول تعال أنتو الأقوى خلاص والنبي محد يسخانك وخليوكو تشتغلوا غلط لمجرد البرهنة على أن أنتو الأقوى من فضلكو اشتغلونا صح عمليونا مسابقة صح أنتو والربطة خلوا الكرة تمشي في الطريق اللائق بمصر ده كان كلام مهم جدا في الإطلالة الخبرية الأولى لكن تبقى دائما وأبدا ضربة البداية مع مقالي ومقاله دعوة شبير كابتن أحمد شبير في تويتر له على تويتر مبارح دعوة مهمة جدا لفتت نظر ناس كتيرة لأنه قال فيها كابتن شبير اللهم احمني من بعض أبنائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم لسان حال النادي الأهلي الآن أنت الآن الهجمة يعني الحقيقة ساعت بتفرز بتفرز ما ليه هو أنت هي اللهم جز المصائف عنك خيرا أنت راجل أعمال نجح جدا وصحتك بوم بتجد حواليك مجموعة من الأصدقاء المقربين اللي عايزين نفدوك بيعنيهم أصابتك ضائقة وطلعت إشاعة أنك على شفى الإفلاس وصحتك تضهور شوف مين اللي هيستنى جانبك تعرف أنهم هم الأصدقاء وقت الفارز والباقي مجموعة من الناس قتليهم مصالح حواليك فما تزعل لأن أحيانا الأزمات تفرز وتشاور لك وتبص تلاقي ناس أنت مش متوقع موقفين جنبك تاني هقول لك إبراهيم سعيد وفتح صدره وعمل يطلق السهام السهام لأنه اكتشف أن النادي لو عاش وشاف نظامه بيتم الإفتراع عليه صرف النظر هو عمل ما هو كلنا وإحنا صغار لنجد من ينصحنا ممكن دماغنا واحد صديق يسخننا نعمل حاجات غلط لكن ما بتغيرش جوهر العلاقة ودي النقطة المهمة اللي فيه ناس كانوا يبدوا أن جوهر العلاقة قوي جدا لكن مع أول موقف تكتشف أن العلاقة كانت هشة بينك وبينهم جدا فأنا أعيز الناس اللي هي على الأقل على الأقل مش هتطعن الأهل في ظهر وأنا يعني أنادي البعض مش كل الناس خلي بالك فيه ناس بتبقى بتندفع وهي من جواها مش مش متمنية توصل لكده أعيزهم نراجعوا نفسهم وعايزين نرجع في حضن بعض وحضن بعض مش معنى لازم من نادي الآلي يقدر يشغل كل الناس ما حتقدر تعمل هزا بس يا أستاذ غريب أنا كنت بكلم الكابتن خالد بيبو برضو وكانت المكالمة لهذه النقطة ما تفاهم يا كابتن خالد فيه ناس زعلانا من النادي الآلي ومنك تحديدا أنها مشت وأنك اشغلتهم مش بس مشتغلوش ما عملتهمش بالشكل اللي ينسبهم يعني قال يا كابتن عدلي هم اثنين او ثلاثة وانا لما عرضت عليهم الشغل عرضت عليهم من اول فريق الشباب لحد مساعد الخواجة مرورا بالاكاديميات وكلهم وبلا استثناء قالوا لا يعني اشتغل في الفريق الاول الاول خاصة ودي مربط الفرس ان بعضهم كان جيلوا عمل اعلامي ولواح الاهلي بتمنع ان الزام يمنع العمل الاعلامي مع الفن مع الفن فقال لي بس أنا اللي دهشني وكلام على لسان ويقلم كلام على لسان يقلم خالد يعني ان كلهم اشتغلوا في قطاعات الناشئين برا في قدية حديثة يعني انت رفضت تشتغل في الناشئين في الاول روحت تشتغل في الناشئين في حتة تالي حتى واحد فين بيقول لي ابتدى مساعد للخواجة في قطاع الناشئين وبعدين نزل مسك فرقة فقال لي ما احنا عرضنا وبعضهم اعترف بكده ان جاء له شغل وما خدوش لكن انا دلوقتي كمان انت عايش الشغل وعايش تختار الشغل اللي انت عايز والمقابل اللي انت عايز كمان لان في البعض اعترض على الفلوس ممكن دي تكون عندهم حق فيها والناس تتكلم هل هل انا الاوان لمراجعة رواتب مثلا لما يكون نجم كبير وعايز انت في القطاع هل ممكن يتعوض بطريقة او اخرى يعني دي مسألة يمكن الحوار فيها لكن فكرة انك كمان تبتدي تعاتب الالي ما هتعاتبه على ايه ده المتاح عنده وعلى فكرة مش ممكن في اي ظرف من الظروف الالي هستوعب جميع ابنائه ولا اي نادي مستحيل مستحيل ولا اي مكان انا ناس كتير جدا بتكلمني دلوقتي يا سيد ابراهيم يا جماعة اقتنعوا انا بقيت بره دولاب العمل بتاع النادي الالي انا اعمل الوقتي في الاعلام مع شركة مسؤولة عن القناة اي لكن ليس لي علاقة بالعمل داخل النادي الالي اه ممكن يعني اذا حد عايز ياخد رأيي هيكلمني و حتى الان لم يحدث هذا اي اي ليه انا مقتنع انا مقتنع اولا لو دامت لغيرك ما وصلت لك اتنين لكل عصر رجاله اي لان التكنولوجي له ادوات ولاه ناس النهار دا لما بيجي لك مشكلة بتليفونك وتجري على ولادك اي صح ولا غلط اي ولا تبتفهم انا مفاهمش لا ولا زيك اه واولادي ممكن يلجأوا لاولادهم بعد شوية طبيعة اللغة احنا كنا بنتعلم على الصبورة دلوقتي تبتتعلم على الايباد الطفل فمجال المعرفة وادراكها اختصار هائل للوقت فالشباب دا عايز فرصة حتى في التسويق اللي اشتغلنا بالخبرة دا اعلق له ادواته صحيح ولو احصائياته واحنا كنا واحنا بنتكلم ازاي واكب العصر فكنت بقول لازم يبقى فيه داتا بانك عد بانك معلومات عشان الناس تخش انا بتكلم في الحتة دي لان يصعب علي ان اشوف ناس عزاز جدا علينا في تاريخ النادي الالي وفي قسام عليهم وهم مواخدين موقف نتمنى ان يكون موقف دعم للنادي الالي حتى يسيدي على حساب فرصك في العمل فيه طيب هنا يا جماعة لان هي بقت ظاهرة يعني الكابتن شوير ما دعش الدعوة بتاعته دي من فراغ لان بقت ظاهرة على السطح الاعلامي وظاهرة جديدة على النادي الالي ومسيئة الحقيقة في حق ابناء النادي الالي مسيئة ليه زي ما المهان سعدل اشار ما فيش نادي هيقدر يستوعب كل الناس المنتسبين جيش جرار يستوعب كل العاملين دول رقم اثنين بهنادي الاهلي ممكن يديك فلوس اهل لكن بيديك الرخصة والسي في القوي والتأهيل المهني المتميز اللي ممكنك انك تنطر الفاترينا المميزة بالضبط يعني لو رجعنا بالذاكرة من عشرين سنة عشان تكون بس الدنيا قريبة شوية لما الاهلي جاب مستر مانويل جوزيه فاكرين مين اللي كان مساعدين مانويل جوزيه في الولاية الاولى كابتن مختار مختار والكابتن حسام البدري والكابتن علام ميهوب ثم الكابتن قسام عرابي وبعد كده الكابتن محمد يوسف بصوا ابتداء من الكابتن مختار لغاية الكابتن محمد يوسف ما شاء الله الكل انطلق فيه ناس كملت وخدت فرص ودربت وكابتن مختار درب اندية كبيرة وكابتن حسام درب المنتخب ودرب ودلوقتي في الجزائر ربنا وفقه والكابتن محمد يوسف مسك مدير فن وخد بطولة افريقيا والكابتن علام ايوب كان ليه تجربته وكابتن حسام له تجربته واستمرت المسألة استمرت انك حتى لما بتجيب مدرب اجنبي واخر حاجة بيتسو موسماني معاها سامي امصان بيأهل لك كادر جديد يقف على رجليه كان في ولاية تانية لحسام البدري لما مسك معاها علي ماهر ومعاها احمد ايوب واعتقد الكابتن علي مصطفى اشتغل شوية كمان دلوقتي كابتن علي ماهر ما شاء الله مدير فن الفيوتشر وهي واحد من افضل المدربين في الدورة كابتن احمد ايوب ما شاء الله مدير الفن الحرص الحدود اللي راجع للدورة الممتاز اذا هي دي الفكرة ان انا مش بس بدي لك اموال تختلف او تتفق عليها لأ انا بدي لك فرصة للتأهيل المهن المتميز بقوي بتتعود على سيستم النادي الاهلي بتاخد قوة وفرصة تأهلك ان انت تنطلق انطلق من عبائة النادي الاهلي مين وده انا بقوله للكبات الكبار اللي مش شغالين الا في محاولة الضغط على الاهلي والبعض بيستخدمهم والمتلقي على فكرة وهو جمهور الاهلي الواعي العظيم شايف ومدرك وفارز الدنيا كويس قوي لانه مش معنى طب هو علي مهر وإعماد النحاس وردش حاتة وأحمد أيوب وأحمد كشري وأحمد سامي ايه ده يعني مش عايز انسى حد بس اكم من حد من ولاد النادي الاهلي مدربين مدرين فنيين كبار فانا مش من اللائق ولا من الكريم ان حد يتكلم انه عشان مش شغال بيعمل كده دي حاجة على فكرة قليلة في حقه قبل ما تكون مسيئة للنادي الاهلي مسيئة القيمته هو كرياضي لانه بالمعنى كده لو ما شغلتني هاشتب لو ما شغلتني هتكلم ده كلام مش بس غير لا صدقوني غير كريم كمان لانه ما هكذا أبدا تورد الابل ما ينفعش يبقى التمن ان انت بشغلتني انا حدوس وحتكلم كل دول اشتغلوا زي ما الكابتل خالد بيبو قال للمهانس عادلي نقلا عنه انه تعرضت على الناس دي فرص عمل جيدة جدا انت حر الاختيار ده عمل احترافي انت شايف ان المبلغ ده ما ينسبكش او المكان ده ما ينسبكش عايز تاخد فرصة تانية في مكان فليكن خلي العلاقة محترمة وممتدة هو دي لانهم كلهم اعزاء علينا كلهم عملوا تاريخ مع النادي الاهلي كلهم كانوا اعتزين بيهم جدا جدا ومحبوهم اي عن نفسي يعني يقلمني جدا ان اشوف حد منهم في موقف سلبي في اللحظة دي بالذات تعرف انت لو عنفوان الاهلي متطلع تقول الكلام الظرف يعني لا يحتاج منك الا المؤذرة لو لو طلعت تهاجم ما تلقش بيك يعني انت نجم كبير ولك رصيد وبعضهم عايز يروح يشتغل في قناة نادي منافس طبعا هدي حرية صحية من غير بقى من خلاص يبقى المسألة واضحة انا مصلحت هنا جماعة لان انا محتاج اشتغل وهو اداني الفرصة اللي استحقاه وده اختياري انا بعتذر سلام عليكم مكنش دعو بي لكن لا وانا مشيت وانا بهاجم وبرر ان انا مشيت عشان انت السبب ما هيش عمرها ما هتبقى كده يعني النهار ده لو اتعرض انا وانت علينا ملك وكتاب في حتة تانية يعني اي نادي منافس عمل قناة هنقبل بس هنقول له ايه اذا كنا يعني هنقبل حنيجي بشراطنا في فقاعة لهذا البرنامج محدش يقول له تعمل ايه لو انت هتأمن لي ان انا بقى صوت الالي عندك ده مش عمده لو انت بتكلم لو شاشة عامة مش شاشة نادي حتى لو نادي وده مش هيحدث انا بقى بقول الفرد السيد ابراهيم النادي لن يحدث مين هجيبك ديك فلوس عشان تعترد عليه انا بقى افطرد جدل فانت ممكن تروح هيسمح لك اذا كان للاهل حقا ان تأتي به من داخل الشاشة زي كده مش سهلة ولا ايه مستحيلة مستحيلة ومستحيل ان احنا كمان نعمل كده لكن والكلام هي فرض جدل لمجرد ان الناس تفكر يعني ما هو واحد يقولك ايه طبعنا نروح ودفع عن الاهل مش هيحصل وحتى لو كده حتى لو كده خلينا نكون اكثر موضوعية ده اختيار وكل واحد يا جماعة في الحياة عماتهم كل واحد مسؤول عن اختياراته وكل واحد بيقبل تمن او بيدفع تمن هذا الاختيار الحياة كده لكن لما يتعلق الامر بالنادي الاهلي وعلاقته بولاده اعتقد الدعوة اللي قالها الكابتل احمد شبير في التويتة دي يجب ان يوقف عندها كتير من ابناء النادي الاهلي لان النادي الاهلي مش بس عشان ظرف الهزة اللي اسبابها معروفة وياريت الكابتل اللي بيتكلموا يتكلموا عن الظروف الموضوعية اللي الفريط حط فيها اللي لو هما لسه في الملعب كان يعيشوا نفس الظروف ويشتكوا نفس الشكوى حتى وان كان وقتها كانوا بيلعبوا نص عدد المباريات اللي بيلعبها هي دين هو طبعا يعني معيار فالصرف حتى مش طبيعي معيار النقد اه ويقول احنا كان ايامنا حلو او كان ايامك هل انت لعبت عدد هذه المطشط عمرك في موسم واحد فما بالك ان تطلع خلاثة مواسم ما حصلش صحيح وحجم البطولات التحقق حجم كبير وعدد الاندية كان قليل وعقمه عشان عدد الاندية كان قليل ما فيش عدد مباريات اه واخد بالك اه فخل ما تقشسي بزمنك ما تقشسي بزمنك يجي ولك وقتينك كتل بيضة بتعريفة ومش عارف ايه خلاص يا سيدي ولك كنا بناخد كذا كنت بتجيب بيها كذا ايوة كنت بتجيب بيها بالزبط جدا الالف جنيه اه اه الشقكة بي 8000 جنيه و7000 جنيه بالزبط وكل وعد ولك كنا بناخد كذا كنت بتجيب كذا عنهل اه في السبعينات ايوة ايوة اللهم احميني من بعض ابنائي اما اعدائي فانا كفيل بهم لسان حال النادي الاهل الان كما دعا الكابتن احمد شبيان نطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام مهم في الغرب والا اهلا بحضراتكم من جديد شفنا هذه الظاهرة اللي نتمنى ان كل ابناء الاهل خاصة المختلفين على فرص العمل فيه يتوقفوا شوية ويراجعوا نفسهم لان في الاول وفي الاخر اعتقد الجمهور قادر جدا على هذا الفرز السليم لكن يبقى دائما وابدا كلام كثير مهم في الغربال وحية اهلي وشبابه يمكن رائعة عب حليم حافظ هذه الايام كانت دايما بتكون دي اغنية السنوية العامة وحية قلبي وافراحه كانت هذا الاسبوع لجماهير الاهل مبارح وحية اهلي وشبابه لان الحقيقة الشكل اللي ظهر عليه ابناء الاهل الصاعدون في مباراة الاتحاد والفوز 3 صفر بعث برسالة تطمين عالية لجماهير الاهل عن مستقبل كرة القدم في النادي الشباب والحيوية والروح والاداء بداية كويسة جدا لمجموعة موهوبة تحتاج الكتير من الشغلة باشمانتس انا من مدة كده كنا بنتحدث وقلت لك قبل الازمة التتفاق قلت لك يا استاذ ابراهيم المسألة مسألة كمية الطاقة كمية الطاقة تفضل في الملعب وخصوصا في منطقة وسط الملعب لو كمية الطاقة دي قلت الأداية هاتذر لكن لو كمية الطاقة دي فضلت بمعدلاتها التي تفوق طاقة المنافس بتفرض اسلوبك عليه طول ما كانت الطاقة عندنا أعلى والطاقة يعني حالة اللعيب البدني والزهني في مجمل النجوم دا كان موجود في بداية الموسم حدث الله حرك الناس شايفة لا لي يأكل الأخضر وليه بس ويلام وهو الفائز بالخمسة والأربعة والثلاثة انه بيفش سبعة وتمانية وتسعة احنا جئنا على المطش اللي فات وكان الوقت يسمح بمنتهى الهدوء وبدون يعني حسابات فيها مخاطرات كبيرة انك تشوف مجموعة من شباب يعوضوا فارق الطاقة الذي بدأ فريق الأهل يفتقده نتيجة الإرهاق والإصابات واللي بيرجعلك بيرجعلك في فطرة نقاة بيرجعلك في فعلا معدلاته اللي شوفنا في مطش الاتحاد بيقول ان لما اتعوض هذا الكلام بالجري كتير ما هو الجري كتير يعني ضغط سليم جماعي فردي وجماعي طبعا يعني تحرق بدون كرة فتسهل زوايا التمرير للمنافق لإزميلك ومن ثم تسهل قرارك انت لان بيبقى المدافع مش عارف هو انت هتجري ولا ترقص ولا تشوت ولا تباصي لان كل الخيارات متاحة وانت عمل تجري زي الفريرة يمين وشمال وتقطع كون التالت نموذج للرؤية ياريت نشوف الأهداف يا جماعة لانه فعلا النموذج في المهندس عدلي بيقوله حتى لما تشوف الماتش ده واحد من أحسن ماتشات أليو ديانج شوف الاندفاع بتاع كريم فؤاد في المساحة الفاضية والفولو ودي ميزة أحمد الساد غريب على فكرة فيه كتير جدا من الستايل بتاع والده هو ده كان نوع المهاجم ده اللي يجي بوشه هجام ما بيعرفش يوقف والده كان سيالحظ والده لما خاد فرصة زي كده أول ما يطلع أول ما طلع ده له اعتقد حسام البادري جاله رباط صليبي كان الحظه وحش ربنا يعني يعوضه في ابنه لأنه هو مهاجم وعد وعد ليه أنه متحمس وشوف الجندة قرار بالمرور قرار عنده لعيب دريبلرد جات له الوقت والمساحة أنه ياخد قرار يأما بالتصويب يأما بالتمرير كان عنده شمال ومرر أو يرفع فخد قرار هو قادر عليه وربنا وعفقه منت الماتش اللي فات مثلا هو بصا هو ميكو سوني شات كرة في العرضة في الآخر كانت فرقت معنا ومعاه لو جات جود في الآخر ثانية في الماتش اللي فات الولاد عملوا متش كواس جدا لكن أنا عايز أتوقف بس الكابت الخطيب ودي شغلة الخبير الرجل الذي اعترك الملاعب اتعجن فيها فقال بالراحة بالراحة على الناشئين واحدة واحدة وهي اللي حيبقوا تحت ضغط النمزة اللازم يتقلقوا بالصمراء فمش عايزين نكرر المشكلة نمر اتنين طب فين دور اللعبة اللي رايحناهم هو احنا رايحناهم ليه احنا رايحناهم مش عشان 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 عارفين تقولوهم وهنا بيحضرني تأكيدا لكلام الكابت الخطيب هو بيقول مش هما دول اللي وصلوا خمس مرات مش هما دول اللي كسبوا اتنين دور الابطار من خمسة اتنين برونزية مش هما دول اللي كسبوا اتنين برونزية من اتنين نهائيات بطولة عندية طيب مش هما دول بقى أنا هكامل أنا من عندي لان الحقيقة انت لما تفكر فيها احنا اول مقابلة لنا كانت مع بطل اسيا امام الاتحاد 2005 اه وخسرنا واحد صفر بالفريق المرعب وكان الحقيقة ما نستحقش الخسارة في زي المبرة بعد كده احنا كسبنا الدحيل في قطر اه وكسبنا الهلال في اموزامل اي يعني عايز اقول في وسط جماهيرهم اي بالجيل ده فانت كسبت بطل اسيا مرتين بالجيل ده اي اللي هو شارك يعني كمان انت قبل كده كسبت في 2006 كوبا امريكا وخدت البرونزية لان خسرت من المنتيري بعدية اربعة السنة اللي فاتت انت كسبته واقصيته وصلت ايه تالت ورابعة وكسبت الهلال واخدت المركز التالت ده معناها ايه انا كسبت بها المراسة قبل كده فانت كسبت في مع جوسي بطل امريكا الجنوبية وكسبت مع موسيماني مرتين بطل امريكا الجنوبية اذا هذا الجيل اللعيبة انا ليه بقول كده بقول كده لانه الجيل ده هيسترد نفسه وهيرجع يرعب الناس ثاني من جديد والقرار الحكيم اللي اتاخد هنا ده توقيته ارجع للوقت والتوقيت نستحمل خلاص ما بقناش تحت ضغط المنافسة الملحة لو حصلت معجزة وانت شايف ان المشهد العام لن يسمح بتعطر المنافس فخلاص انت it's about time هو ده التوقيت اللي بتدي تاخد قراراتك الجريئة واتخدها النادي الآن وجانا ثمارها في مباراة الاتحاد وارجو ان يستكمل طيب الحقيقة النقطة المهمة جدا في المباراة دي يا جماعة لان الناس ما بين الفرحة بالشباب اللي طالع وما بين انتظار راحة اللاعب الكبار اللي عملوا كتير قوي واجهدوا وانهكوا الى درجة كبيرة كتير منهم مصاب وكتير تم منحوا فرصة للراحة وفي الاحوال في الحالتين الكلة هيرجع ان شاء الله بعد نهاية اغسطس ناس كتير تخوفت على الزحمة وانت لسه كمان عندك شريحتين في شريحة تدعمات خارجية قوية ثم شريحة معارين المفروض هيبت في امر عودة بعض منهم بالتأكيد الولاد الصغيرين دول اللي تقلقهم بارح كده هيدغطوا على القائمة فالناس بدأت طب دول هيخشوا على حساب مين النقطة اللي ايجابية جدا بقى في اللي حصل كل الليلة دي فيهم اتنين فقط يلزم قيدهم في الفريق الاول والباقي ما شاء الله كل هذه العناصر الجيدة الواعدة موجودة لسه في القيد تحت السن السنة الجاية محمد فاخري لانه موليد تسعة وتسعين وزياد طارق لانه موليد الفين دول اتنين فقط اللي فيه وجوب قيد في الفريق الاول الباقي محمد اشرف الباقي الشمالي المتميز جدا ده الفين وواحد فهيفضل متسجل تحت السن احمد سيد غريب الفروض الفين واثنين هيفضل تحت السن محمد حمدي موليد الفين وثلات تحت السن ميدو نبيل الفين واربع تحت السن كمان محمد نصير ده تسعة وتسعين بس ما شاركش مبارح موجود احتياطي على فكرة لعيب قوي جدا عندك مصطفى شبير الفين فده قيد او الفين وواحد انما مصطفى مخلوف الحارس حمزة علاء الحارس التاني الفين وواحد فحيفضل تحت السن او الفين واثنين انما انت متخيل انه مصطفى مخلوف الحارس التالت اللي موجود معاهم الفين واربعة فماشاء الله عندك كتيبة من العناصر اللي هم مش هتمثل عبق على القيد في الفريق الاول بس هتاخد خبرات الالتحان بالفريق الاول بدري بدري هي دية الخلطة الكبيرة اللي ان شاء الله مستر ريكاردو سوارش مع عودة اللعيبة الكبار ودول الكبار يعني اسما وتقل برضو مع راحتهم ومع عودتهم ومع تدريباتهم مع ريكاردو سوارش واستيعابهم فكره هتشوفوا شكل جديد خالص في الخلطة الكبيرة المعارين العائدين من يستقر منهم صفقات والتدعمات القوية اللي الكابتن خطيب قال هندعم تدعمات قوية جدا ثم اللعيبة الكبيرة اللي خادت فرصة كافية للراحة كانت في امس الحاجة ليه مع هذه الكتلة من الزخيرة الحية من العناصر الصعب نتكلم بصراحة شوية اه اذا استطاع هالكبار ان يرجعوا بخبراته بس بحيوية الصغار مكسب طبعا اذا استطاع الصغار ان يكتسبوا الخبرات في اضيق وقت ويحدث التطور في مستواهم فيبقى عنده حيوية المرحلة العمرية وما اكتسبهم الخبرات حيأثر مسافات ان يبقى عنصر اساسي في فريق النادي الاهل وتبقى السياسة الانجح اللي انت منتهجها ايه الاعراض داخل وخارج مصر وخارج مصر انت تجربة الاعارة خارج مصر دي رائعة واتوقع ان المغربي يرجع هشوف واحد تاني هكون اتعود على جرعات تدريبية معدلات جري مناخ احترافي مناخ احترافي هيقبله محدش باستمرار هيستنى السوشال ميديا عشان يحس هو انا يلعب كواس ولا وحش هيبقى تقييمه هو الترمومتر ودي اللي انا كنت دايما بنصح لعابتنا الكبار ما تخليش الترمومتر في ايد حدي تاني غيرك ايه طول ما انت عارف قدراتك وعارف تحافظ على نفسك ازاي هتقلق من ايه ما هو اصلك الاجادة والتوفيق تحصل مرة اه يعني الاجادة المبالغ فيها والتوفيق المبالغ فيها وعدم التوفيق ايضا المبالغ فيه ولكن انت لازم يبقى لك مصطرة الناس تقول الراجل ده 8 من 10 طيب بالاضافة طبعا يعني انا قلتلكم بعض العناصر الشابة اللي شاركت انبارح فيه عناصر تانية كتيرة كانت على الدك ومشاركتش وفيه عناصر كمان لم تستدعوا لسه رأفة خليل الباك الشمال بتاع منتخب 2003 راجع كمان من رحلة المنتخب للسعودية فانت عندك زخيرة حية قوية جدا هتفضل كلها متسجلة تحت السن العبرة ان احنا نلاقي طريقة نقدر ندمن كل هذه العناصر مع بعض اللي حيستمر فيهم فوق هيستمر ولا هينزل تحت على مقربة من الفريق الاول حيبقى داعم احمد نبيل كوكا ده ايه لما انت عندك كوكا وعندك احمد عبدالقادر كل دول ما منشئين بس متسجلين انما عناصر خطت رجلها في قيمة الفريق الاول لانا عجل اقول يعني الاهل سبق الجميع بيتدفع بالنشئين طيب بعد المباراة وبعد هذا الفوز المهم جدا تحدث مستر ريكاردو سوارش في المؤتمر الصحفي نسمعه ترجمة نانسي قنقر 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 يعني ما بي ما بيندفعشي طيب كابتن وليد صلاح الدين واحد من العناصر اللي عاشوا الظرف ده ناشئ يتصعد للفريه الأول ويثبت وجوده في وسط الكبار وليد صلاح المحلل شايف الظرف ده نشوفه الأهلي بالعطاء وليس بالأسماء نقلة جديدة نقلة زي ما حضرك بتقول تؤكد إن الأهلي بخير ولعبته بخير صحيح مباراة على أرضية الملعب سهلة مباراة اللي جاية هتبقى أصعب من كده لكن الولاد دول أثبتوا كلهم إنه هم على قدر المسئولية عجبني جدا إن خلال التسعين ديه مفيش ولا واحد مسك رجله مفيش شدة عضلة مفيش إجهاد يعني معنى كده إن الولاد دول متمرنين كويس متمرنين كويس واخدين الموضوع بمسئولية وبجدية مبروك أحمد سيد غريب أول مشاركة هدفين حاجة جميلة بداية ولا أروع مبروك زياد طارق هدف عالمي الولاد ده يعني تاني إذا كان خد من الأول لما يبقى عندك خامة بينة من ساعة كاس الرطة ادي له كتير هيبقى أحسن من كده كمان الولاد كلهم محمد أشرف هاي الفخري هاي محمد محمود هاي حتى الولاد اللي نزله عجبني جدا محمد حمدي مولد 2003 ولد موهوب جدا عجبني ميدو نبيل كلهم هيلين مبروك للنادي الأهلي على القرار أقول للمدرب ده أو غيره أو اللي جاي أو لو هو قاعد أي حد بص على ولاد النادي ودخلهم في التوقيتات المناسبة هذه التوقيتات المناسبة هذه التوقيتات المناسبة هي توقيت والله على فكرة التقييمات التي قيم بها الكابتن وليد المواضيع لأنها تختلف عن ما حصل عليه هو شخصين من فرصة هو كان سعيد الحاز جاءت من فرصة فصة العمليقة فشلوه وشلهم صحيح فقدر تفجر موابه لكن هو أشار إلى نقطة أن بعضهم موجود معنا من مدة عايز تتالي الفرص وأنا باش أقول لكم على واحد ما عرفش يا رب ما كونش يعني خلطان قوي أنا شاف أن محمد فخري لعيب مش هتحسه يعني مش هيختف عينك قوي لكن دوره مهم جدا لأنه بيستلم كويس بيستلم تحت ضغط بيباصي كويس جدا معندوش ميس باس بيعرف يختارق بيعرف يباصي بيعرف يشوت بيهدوء شديد جدا لكن ربما تنقصه بعض السرعات عايزين نشوف هيعمل ليه في نفسه طيب ده كان كلام مهم للكابتن وليد صلاح لكن عايز أقول لكم من نتائج وتدعيات هذه المباراة استقالة الكابتن عماد النحاس مبارح من تدريب الاتحاد السكندري والآن تم تكليف الكابتن محمد عمر نجم وكابتن الاتحاد ومدربه السابق مديرا فنيا لسيد البلد كل التوفير للكابتن عمر وللاتحاد إن شاء الله هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة قرار الآلي باستكمال المسابقة بالناشئين لم يغفل أبدا تقديره للكبار واللعيب اللي عملت كل هذه الإنجازات في فترة ما أعتقدش إنه لا فيه جيل قبلهم ولا فيه فريق آخر في أي نادي قدر يعمل هذا الإنجاز في هذه المدة ولا عدد البطولات اللي حقاوها وبالتالي كان قرار النادي بمنح هولاء الكبار فرصة للراحة تقديراً لهم وحفاظاً عليهم وانتظاراً لعودتهم عمر ما كانت المسألة فيها الريبليز ده الإحلال إن أنت بتمشي دول عشان تلعب الناشئين فتموت دول تفسير القرار هو اللي سيء جداً الحقيقة وبالتالي تقلق الشباب إدى فرصة للطعن اللي جاي الضربة اللي جاية المقارنة بين دول ودول فإزاي تقدر تقضى على اللعيب الكبار استغلالاً لتقلق الصغيرين عشان كده كان تعليق الزميل محمد شبان على اللي حصل مهم جداً إن نحن الناشئ أنا هنا في الحتة دي بقولك ليه التفسير مهم لأنه أرضى نتجة تفسير القرار وراح للناحية الصياغة واتكلم فيها معني كابتل خطيب شراح طب ما نشوف شبان الأول قال إيه والناشئ استكمال مباراة الدوري لعب الناشئين ولا من العايدين من الإصابة طب هو السلاية لو بقى كويس يلعب سؤال طب هو عالي لطفي يعتبر ناشئين وشباب ولا يعتبر من فريق كبير يعني عالي لطف هيلعب ولا مش هيلعب كحارس مرمى محمد محمود ومحمود متولي والناس دي دين نعتبرهم عايدين من إصابة ولا نعتبرهم موجودين أصلاً يعني اللي عاد من إصابة قاله يا فؤاد إن نكمل معاه سنة جاية ولا لأ هنقيم محمد هاني ازاي هنقيم بير ستاو ازاي وحنقيم ميكي سوني ده ازاي وحنقيم حسام حسن المهاجم ده ازاي طب طهر محمد طهر لو رجع يلعب ولا بلعبش يعني ده ممكن يكون السطر ده هو إعلان خافي بالخلاص من اللعبة دي كلها والله هو أهروب من النتائج الأستاذ محمد يعني نحن نشيد بك عندما تتحدث بموضوعية ولكن الحقيقة انت بتسهل أسئلة أنا شايف من جاوبة عن نفسها أولاً أسئلة التشكيل المبارح جاوب عليه سانين انت ليه هو أنا اللي أخذلي القرار اتحاد الكورة اللي قال لي تشترك بالناشئين فلما لاجع علي لطفي ولا بير ستاوي يقول لي هو أنت اعتبرته مصاب الاعتبارات دي عند أنا مش عند حد تاني والتفسير الواضح الذي كان يعني جاء على لسان رئيس النادي بشكل واضح لإراحة المجهدين القرار لإراحة المجهدين والدفع بأكبر عدد من الناشئين وهو ما حدث إنما تقول لي هو أكرم يعتبر راجع من الإصابة ومان راجع من اين راجع من المارينة يعني راجع من الإصابة طبعاً وبعدين أنا اعتبر افرد أن أنا عايز ألاعب محمد شريف بكر في حاجة تمنع يعني أنا ليه يا ربي أنا نادي يا سيدي بأخذ قراراتي بظرفي وأنا اللي بقايب لكن إذا كنت بتسعل بجد يا سيد محمد هجاوبك بجد ولو إنك ساعات يعني بحاول أتحار معاك بس ما تليفونك بيبقى مرفوع من الخدمة فأنا في الفترة أخرانية كان هناك أكثر من أمر تحتاج إلى مراجعة الحوار إن شاء الله بيني وبينك إنما خلينا على الهوى تسألت أسئلة هذا قرار يخص النادي الأهلي الهدف من هذا القرار تحرير الرأي الفني من ضغط النتائج ومقصلة الأهداف خد راحتك اشرك أكبر عدد من ناشئين دعب استحت بقى وطلع علينا كذا واحد عشان نحط عنا عليهم لكن مين اللي يرجع ومين اللي يشارك ومين من الكبار ومين من يعني كابتن علي لطفة ده يعني ما يشاركش بقى مع الكبار كابتنش الناو بيلعب طب لما كابتنش الناو حريعه يبقى الحراس قلبه دلاء يلعبه ودي حاجة تخصنا تخص القرار الفني بتاع الفريق قرار عقابي ولا قرار إلزامي ولا حد فرض علينا القرار وفلسفته موجودة عند الإدارة واحنا اللي بنتحرك به من غير زعل ومن غير تعقيد للأمور والعائدين من الإصابة ما شمالهم القرار استكمال الدور بالأجبال والعائدين معناه ايه عادي اشوف الناس اللي ملعبتش الناس محتاجة تجهز انا عادي اشوف الناس اللي ملعبتش دي راجع عاملة ازاي طيب ده رأي شبانا ربما رأي الصحفي لكن الرأي الفني بقى جاوب عليه احمد حسان ميدو نشوف انا رأي ان فكرة اعطاء اللاعبين الاساسيين راحة هي فكرة عبقرية وانا شايف ان زكاء كبير جدا من كابتن محمود الخطيب انه هو يدي راحة للعيبة اللي فعلا انهكت في الفترة الاخيرة مش انهكت على المستوى البدني بس انهكت كمان نفسيا والضغوط الكبيرة والمباريات ما تنسوش ماتشاب منتخب كاسعالم تصفات كاسعالم ماتشين السنغال دول يهدوا اي حد حتى محمد صلاح نفسه يعني مستوى نزل بعد ماتشين السنغال اللي هو الرجل اللي بيشتغل على عقليته وجايب سبورت سايكولوجيس وطبيبنا يعني لايف كوتش او طبيب نفس الرياضي اتأثر ضغوط كبيرة اتعرضت لها اللعيبة اللي كانوا موجودين بالذات مع المنتخب في كاس الامم وتصفات كاس العالة فانا شايف ان هي فكرة عبقرية راحة اللعيبة الاساسيين وانا في رأيي ان توضيح كابتل محمود الخطيب للكلام اللي هو كتب في قرارات مجلس الادارة بالذات فيما يخص اللعيبة اللي هتشارك في المباراة القادمة في الدور العام كان مهم ليه؟ لان النهاردة ابتدت الناس تقول فين يا عم الناشئين ده فيه لعيبة كبيرة وابتاع كابتل محمود الخطيب وضح ان الموضوع مش موضوع ان انت تلعب بالناشئين هو الموضوع فيه شقين الشق الاولاني راحة اللعيبة الاساسيين بسبب طبعا تلاحهم المواسم واللي الحقيقة عدد المباراة وعدد ساعات السفر اللي قدت الاهلي يعني ينالوا النصيب الأكبر من عدد المباراة وعدد الساعات اللي سافروها ده كان توضيح مهم عشان القيلة والقال والنفين يعمل دول اللعيبة دول اللعيبة الصغيرة خلاص هذا تفسير كابتل ميدو من ناحية الفنية ويتتصق تماما مع تفسيرنا هنا بس في نقطة مهمة جدا اللي بتؤكد لك ان مسألة الايجاد لم تكن شماعة لما شفنا لعيبة يعني لم يتعرضوا لهذا الايجاد وعندهم الحيوية والطاقة شفنا كزء كبير من سمات النادي الاهلي الفنية والشخصية وده دليل ان اللعيبة فعلا اللي بعدت ما كانتش قادر تنفذ أكثر من كده ولذلك هو قال يعني قرار عبقاري لانه فهمه القرار لإراحة الموجهدين عشان نكسبهم المواسم القادمة خلاص انت ده ظهر يعني مثالي لتطبيق القرار الصعب اللي كان لازم يتخذ من الفطر ده كان كلام مهم جدا في هذا اللقاء او عن هذا اللقاء الاهلي مع الاتحاد وما قدمه من مجموعة واعدة تساعد الاهلي في تدعيم قوته الفترة الجاية ان شاء الله اذا كان ده كان ابرز ما في الغربال فهناك كلام كثير ب بعضمة لسانه الجمهور الحبيب الحصن والرقيب علاقة الاهلي الجمهور فيها جزء من الدفء الخاص جدا يتسم مع علاقة كيان شعبي كبير جدا خلال اكتر من قرن وقرب على الربح له هذه الشعبية الضربة في جزور هذا الوطن الغالي واللي امتدت في كل الاقتار العربية والاجنبية هتلاقي ناس محبة ومقدرة جدا للنادي الاهلي عبر تاريخه عشان كده علاقة الحب الشديدة بين الاهل وجمهوره خلت فيها حاجتين احساس الاهل الدائم ان جمهوره ده اللي بيحميه تحت اي ظرف الفرقة تقع الظروف تشتد الجمهور اللي بيوقف الفرقة ودايما الجمهور هو الرقيب على الادارة واللعيب والمسؤول والمدرب باستمرار الاهلي بيستشعر رد الفعل من قبل جمهوره والمهندس عاد لي له مقولة انا شايفها عبقرية جدا انه الاهلي دايما بيشتغل لجمهوره مش بجمهوره في فرق بان انا اشتغل لاجل ان ارضي واسعد هذا الجماهير وابذل كل ما في وسع ان انا اسعد هذا الجماهير وفي فرق بان انا اشتغل بهم اشتغل برأيهم فاشتغل بتوجهاتهم لان الجمهور ده كيان جمعي يصعب قياس رأيه ومتعدد الاراء يعني متعدد الاراء متغير وجهة النظر ومين هو الجمهور انت بتتكلم على فضاء عام فبالتالي انت مهمتك كادارة ان انت تستشعر دايما وابدا رغبات جمهورك احتياجات جمهورك وسائل اسعد هذا الجمهور كلام اضاع مهم ايو من اجل الجمهور كانت الكرة كانت الكرة ومن اجل الجمهور يعمل النادي الاهلي ومن اجل الجمهور يقدم النادي الاهلي النموذج الطيب عشان يكون يعني مؤثرا في جمهوره ويتأثر بها واسمن ما لدى النادي الاهلي قبل فلوسه جمهوره لان جمهوره هي فلوسه هي فلوسه لان النهارده كل الرعيات كل القيم التسوقية مرتبطة بالكتلة الجماهيرية بتاعته وماذا استجابتها والتفافها وثقاتها في اقداراتها وثقاتها في اقداراتها اذا كنا احنا في احيانا بنلمس في بعض الامور احنا مش بنلمس على حق الجمهور ان يسعد او ان يغضب او ان ينتقد لا احنا بنقوله بس ما تطلبش الحل اللي انت عايزه لان في واحد تاني جنبك عايز حل اخر ايه سيب الادارة تاخد الحل ايه ودي كلمة الكابتن صالح ايه الاهلي لا ادار من المدرجات ولكن من اجل المدرجات ايه هو احنا كل الشغل كل همنا وعلى فكرة انتم رأس مال النادي الاهلي وقلتها مرارا وكنت ارددها واحنا بنعمل شركات الاهلي وبنعمل ادارة التسويق وبنعمل الملكيات الفكرية والفنية وان مش عارف ايه كنا دايما بنقول مسئولية النادي الاهلي انه ينمي جماهيره وانا متأكد ان كل ازمة بتزيد من التفاف الجماهير وبتضاعف من اعداده لانه بيستشعر ان الكائن الذي يحبه يتعرض لامور غير طبيعية فانا وقت المؤذرة ونحن بالجماهير ومن اجل الجماهير سنتجاوز الامر لان الادارة همها اسعاد هدي الجماهير ده كلام مهم جدا وانا اعتقد لاجل هذا التقدير للجمهور ودوره وحقه على الاهلي تحدث الكابتن محمود الخطيب والحقيقة كابتن الخطيب تحدث ممكن تعمل تحليل مضمون كده للكلمة هي كلمة بقيمة الاهلي وقيمة رئيس النادي الاهلي لانه مفاش تلافظوا واحد خارج مفاش اساءل اي حد لكن فيها كل ما يهم النادي الاهلي من اعتراف من اعتراف الخطأ لتبيان للطرق الحل والمنهج اللي هتمشي عليه ثم تقدير للجمهور وبيان البصلة رايحة زي في الفترة اللي جاء واضحة الظروف المش مش طبيعية اللي بيتعرض لها النادي الاهلي ودفع على الحق الاهلي في كل ما تعرض ليه لكن هو الاهلي وصل لكده ليه لماذا اهتز اداء الاهلي بعنف بهذا الشكل كابتن الخطيب اجاب على السؤال لا ماذا حدث يعني ايه اللي حصل للعيبة دي اللي هم بس من ثلاث شهور الدنيا زي الورد يعني زي الفل يعني طب ايه اللي حصل بقى يمكن انا برضو بحكم تاريخي او بحكم خبرات شوية انت بتوصل ل قمة الهرم الكاروي قمة الهرم الكاروي ده انك تلعب عبطول العالمية قمة الهرم الكاروي ده انك تلعب نهائي افريقيا ده قمة خمس سنين واربعة خمس سنين آخر ست سنين تصل للنهائي اللعبة دي يعني ايه اللي حصل بقى انك لما توصل لقمة الهرم ده ثم تنزل اجتني عشان تلعب في مسابقات اقل شوية لا الموضوع مختلف احساس اللعبه مختلف ذهنيا مختلفين بدنيا مضغوطين انا هكلم فالحاجات دلوقتي مع حضراتكم مش بس عشان تبقى مبرات انا في البداية اقول اخطاء واحنا بنشتعر الاخطاء دي لكن برضو لازم احط قدام حضراتكم كل الامور بوضوح كامل يعني عشان كده اخر ثلاث مواسم يعني من ضمن الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها وفكرنا فيها او حللناها كلام ده حللناها وكنا متوقعين انها يحصل هبوط في المستوى متوقعين ده ليه متوقعين ده ونحاول نشتغلي بس انت في وسط الموسم برضو مش طب تعمل حاجة غير ان هي تحاول تد يعني توجد معانويات افضل للولاد تحاول انك انت تشدهم اكتر تحاول ان هم تحطهم على الترك تديهم يعني دوافع اكبر لكن مع الحاجات اللي اقول لحضراتكم دي في صعوبة ان يظهروا بالشكل ده علشان كده تلات مواسم متلحمة وربعة فيش راحة اللي عايبة بعتنا دي رقم قياسي وغير مسبوق في العالم لعدد مباريات اي لعيف النادي الاهلي اللي هم لعبوا كتير جدا واللي هنطلعنا نريحهم دلوقتي عدد ساعات الصفر اللي الاهلي وصل يعني لعملها او خضها او راحة الصفر ورحلات طويلة جدا لانك انت الوحيد اللي بتوصل بس نهاية افركة انت اللي وصلت اكتر واحد وصلت وورا بعد فده طبيعي جدا انك انت يعني يستنزفوا الولادة لا تستنزفوا بدأ باول النقاط وهو الانهاك الهائل الزهني والبدي يا سيد زبراهيم زيما كنا بنقول تفعل حياتك عبارة عنك بتوضب شنطيتك بتعمل مسحيتك وتروح المطار وتروح هناك تعمل مسحة وهكذا دواليك مسألة في شديدة الاجهاد الزهني وبعيدة عن قصرتك وزروف مش طبيعية واحيانا بتسيب مناسبة مهمة عائلية وبتلام عليها عائليا يعني الموضوع مش زيما ناشا شايفها كده في انها ملعب ما خلف الملعب في عملية مرهقة جدا جدا اذا كابتل الخطيب قال تالس سنين بلا راحة لا زهنية ولا بدنية طيب برضو في جملة الهجوم على الاهلي والادعاء سمحوا في بعض البرامج الموجهة للإقاع بين جماهير النادي الاهلي ونجم كبير وكابتانه واحد من نجوم الاهلي التقال الكابتن حسام غالي الى درجة انه وجهوا الجماهير بالتأثير عليها على الكابتن حسام غالي وتقال انه سبب مشيان بيتسو موسماني حسام غالي وانه في خلاف شديد وانه حسام غالي صمم فضلوا كرروها لغاية لما صدقوها ولما صدقوها طلع الكابتن الخطيب يحكي لهم هو ليه موسماني راحل الحياة دي لأول مرة تظهر في كلام الكابتن الخطيب نشوفه مين اللي ماشى موسماني مغادرة مدير فني في وسط الموسم دي برضه من الأمور كتش بيتسو موسماني رجل بالأرقام و بالتاريخ حقق حاجات كويسة جدا مين بقى اللي عمل حملة في الهجوم الهجوم الداري اللي عليه عشان كده احكي لكم حاجة صغيرة كان فيه حاجة تابعة الاتحاد الدولي في المغرب وكان راجع الساعة عشر بالليل من التارة توصل عشر بالليل قابلت أنا والأستاذ ياسين منصور الساعة احداشر ونص بالليل وقلنا له فترة جاية في الموسم حللنا معاك كل ما قلت لكم وعارفين ان يعني فيه حاجات كتير حتى لو هناك أخطاء فنية لكن ده طبيعي ده فكرة ده كرة حدش معصوم يعني تكلمنا معاك وقلنا له ايه الدعم اللي انت عايزه علشان الفترة الجاية ننهيها لان الفترة حاسمة في عمر المساق مستر او الكوتش بيتس المسماني فجئنا انه صحيا ونفسيا مش قادر يكمل تعالك من الزمنة مفاجئة ومع ذلك ادينا 24 ساعة انه فكر لو سمحت لان احنا محتاجينك وفي نفس الوقت احنا اي دعم لك موجود فخادر الوقت الراجل فكره بس هو فعلا كان واضح انه هو صحيا بس اكثر منه نفسيا مش قادر فجيب بعد 24 ساعة اعتصر ولي تاريخه معانا احنا احنا امور انتهى الهدوء يعني ده برضو موضوع كنت عايزه اقول له حراكة عماليه عشان برضو ناس تناولته باكتر من رؤية اللي هما الناس دايما شايفين ان احنا ازاي نوجد مشكلة جوان الناس دايما اين حسام غالي واين حواره واين استرزاله مستر موشيماني على فكرة لدرجة ان جمهور يهاجم الكابتن حسام قبل المباريات من كتر مالالحاح حط موضوع كالناح حقيقة لازال بنقولك تنبهوا يا جماهير الالي تنبهوا لما يحدث وحاك للالي انما احنا هنا برضو لما احنا ان دي رابط مستر موسماني على فكرة لو انت قبل حتى كان لوتويتات تفهم منا كان يقولك ايه ايه الجمهور مش عايز يخسر ابدا ده اه بدأ يحس بالضغط ايه كنا فكرينها نوع من الدهشة هو ابنك لكن اتضح انها نوع من الاستنكار مكنش دهشة وبس صحيح يعني انا مستغرب ومستنكر هو في ايه طيب جمهور الالي عرف الحقيقة اديكوا سمعتوه اللي جاي قضية مهمة جدا وقضية فيها كتير من المزايدات وفيها كتير من الاتهامات واصعب شيء واقسى شيء على النادي الاهلي انك تتهمه في دور الوطن انك تتهم نادي نشأ في الاصل خدمة وطنه نشأ في الاصل لاهداف وطنية اسسه القائمون على الحركة الوطنية مطلع القرن اللي فات وفضل النادي الاهلي حتى اللحظة وهيبقى ان شاء الله المعبر الصادق عن قضايا وطنه والداعم الامين لمصر والحريص دايما على صورة ومكانة وقيمة مصر دي مسألة مش عايزة مزايدات لكن بتشهد مزايدات وكأنه تمثيل مصر بالكلام مش بالحرص ولا بالبطولات ولا بالصورة المحترمة ولا بالتمثيل المشرف ولا بالصورة اللائقة لمصر بشمانت أستاذ إفرهيم الحزبة بسيطة جدا هو الاهلي سبعين في المية من جمهور الكورن مصري أي خلاص؟ أي يعني حاجة وستين في المية أو حاجة وخمسين في المية من الشعب المصري طب لما يكون الشعب المصري كله رغم كل الأحداث ساخنة مختنع واقف ورا قيادته فرز بقى ابعد الأهلواء من الليلة دي مش هتلاقي سبعين في المية هم 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 الأهلوية الكتلة هم كتلة داخل الشعب المصري هم المقتنعين بهذا البلد هم المؤازرين لكل ما يحدث هم السياجة التي يحميها من مؤامرة الداخل والخارج والذين يقفزونا على الأزمات عشان متصورين إن الزمن يرجع بيهم ولن يحدث هم جزء من الشعب المصري كبير جدا والأصيل جدا والدعم جدا اللي بلده أهلوية إحنا ورا بلدنا واللي يقول غير كده ده بيزايد وعايت بس إيه يلاقي له أي خرم يهجم النادي الأهلي بما ليس فيه وربما هو فيه هو بالفعل فيه والفيديوهات موجودة والدلائل موجودة والوقاعة موجودة لكن كابتن الخطيب كان شديد الوضوح في التأكيد على وطنية النادي الأهلي وقبل ما نهي كلامي برضو حتة مهمة جدا مش عايز حد ينسى إن النادي الأهلي نشأته 1907 نشأة وطنية أساسها الوطنية ومش هنسمع لحد أبداً يزايد على وطنية الأهلي وإدارته وجماهيره وحيبقى الأهلي بإذن الله داعم لكل مؤسسات الدولة وداعم لقيادات الدولة وقيادة السياسية محدش يزايد على الأهلي وخلوا الإعلام والإعلام ما تدوش فرص لحد يزايد محدش يزايد على وطنية الأهلي والتفافه حول قيادته ودعمه الكامل لبلده ولقيادته وأنا بقى عايز أحذر من نقطة أوعوا حد يستدرككم بدعوة حب النادي الأهلي إلى ما يريده يعني في عدم حب هذا البلد هذا حب ظاهري اللي يحب الأهلي حيحبه مصر قولاً وحداً أي حد حيفرق بين دي و دي لا بيحب الأهلي ولا بيحب البلد ده كلام مهم جداً عبر عنه الفنان القدير الكبير الأستاذ نبيل الحلفاوي كتب نبيل الحلفاوي على تويتر وهو واحد من التويتريين المؤثرين قال الخطيب ختم كلمته بأنه محدش يزايد على وطنية الأهلي وقالها بوضوع الأهلي داعم لمؤسسات الدولة وقيادات الدولة والقيادة السياسية لا رد أوضح من هذا على من يدعون أن الخطيب والأهلوية يرددون كلمات من يعملون على إثارة الفتنة والتحريط ضد النظام وزعزعت الاستقرار في مصر فلسطوب أعتقد لا شيء أوضح من كده هنطلع لفاصل حياتنا أستاذ إبراهيم دون التعرض لاستقرار هذا الوطن أعتقد بثابت من ثوابة الأهل التاريخية وعلى الصغار أن يمتنعون نطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام تاني مهم ما تخافش على الأهلي ما تخافش على الأهلي عارفين ليه؟ لأن الأهلي لما يتحدث رأس الإدارة فيه مش بس يعبر على تقديره للجمهور الكبير واعترافه بأنه اللي حصل فيها أخطاء جارية تصويبها لا ده كمان بيدلي بالحقيقة القاطعة اللي أعتقد مهمة جدا أن أنتوا تسمعوه نقطة مهمة جدا وهي الأهلي ليس للبيع الأهلي ملك لجماهيره وأعضاءه النادي الأهلي ليس للبيع وليس ممكن أن يكون للبيع النادي الأهلي لجماهيره ملك جماهيره الكلمة دي خطيرة ومهمة وحسنة وموحية لللي عايزة أتذكر لأن جزء كبير من اللي بنتعرضه وبرامج بالإسم ستتألف وقتها ممولة عكس الجملة ممولة من اللي كانوا عايزين يبيعوا النادي الأهلي فهو بيقول لهم الأهلي مش للبيع لأن الناس ما عندهاش زكرة السمكة بمجرد ما حتطلوا بطلعتكم البقية ملفاتكم كلها موجودة أمام الجمعية العموية لكن مع هذا القول القاطع يكون الكلام مهم جدا للجمهور هل الجمهور الأهلي من الحق يزعل من الأهلي ولا لا؟ ولما يزعل يعمل إيه؟ كابت الخطيب أجاب من فضل الله سبحانه وتعالى أنه أعطى للنادي الأهلي جماهير عظيمة جدا جماهير عظيمة في انتماءها وجماهير عظيمة في إخلاصها وجماهير عظيمة حتى في إظهار حزنها وإزعلها حق بقى الجمهور العظيم ده نحن لازم نطلع نتكلم ونحاول نحن أولا لتقدرنا لحضراتكم وتقدرنا لكل شيء بتقدموه لناديكم وكمان ده واجبنا تجاه النادي وتجاهكم أن نحن نعترف نحن نعترف بأي تقصير أو بالتقصير إذا كنا نقول التقصير وهو فيه تقصير بالتقصير وكمان نسارع في الإصلاح إن الناس اللي بتشتغل بجد ممكن تخطئ وممكن تغلط ده مش عيب لكن العيب إن إحنا نستمر في ده والعيب إن إحنا ما نشفش الغلط إحنا شايفينه وعارفينه وعارفين إزاي بإذن الله وبتوفيق الله إزاي تعالج هذا الخطب بس الدعم وحضراتكم هو الدعم لكل كلمة أقولها النهاردة وكمان قبل ما نكون مسؤولين إحنا من جمهور الأهل يعني أنا مش عايز أقولكو إحنا صغيرين نلعب ديسة في الشارع يعني كويس الحاجة لو حيلي كانت بكيني وأنا طفل صغير لو الأهلي أخفق أو خسر ده الأمر رحيلي ممكن يبكيني عشان كده أنا حاس جدا جدا بزعر الناس وحاس جدا جدا بقلقهم بقلقهم من هنا زي ما قلت إحنا زعلنا مثلا بيبقى أكتر شوية أكتر شوية لأن إحنا مسؤولين الفقرة دي مهمة جدا يا سيد إفراهيم هو لخاصة بطريقة أنا شايفها كويسة جدا إحنا جزء من الجماهير وإحنا صغيرين جماهير وإحنا أكبار جماهير وقبل ما نكون مسؤولين جماهير وإحنا مسؤولين جماهير هذا تأكيد له وإنه شايف الأخطاء وبيعمل على إصلاحه الخلاف طيب فين؟ ليه الجمهور بيبقى غاضب ويقول لك راضي فعلي بطيء لأن ليس من أساليب الإدارة النجاحة إنك تعلن خطتك على الملأ كده أحعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة عشان أصلح فيتصور بعض إن الإدارة غافلة أو مش بتاخد إجراء أو إنها بطيئة بس هو ده كتالوجي لقالي طول عمره في إدارته إنه يعمل بمنأة عن الأضواء في علاج الأزمات ووضع الحلول لأن ما ينفعش أحط الحلول وأقول حعمل واحد اثنين ثلاثة لاعتبارات كتيرة جدا نبقى نحللها بمرة تانية لكن الصح واعتقد إن جامير دلوقتي قدرت تشوف إن الكابت الخطيب لم يكن غافلاً عن ما أثروه من انتقادات أو مشاكل أو إنه هو ما كانش بيفكر يحط الحلول والإصلاحات وأنه الآن بيقولهم فيه فيه خطوات لإصلاح الأمر لأنه ندرك لأن في الأول وآخر كلنا جماهير ولكن من الشكل التنظيمي اللي يبقى فينا مسؤول بنقول اتفضل شيل ليلتك ولينا هتعمل إيه من غير ما تأثر في حق الجماهير طيب حتى جزئية اللاعب الكبار اللي انت ديت لهم أجازة راحة لنهاية الموسيقى كابت الخطيب لم يغفل دور وقيمة هؤلاء اللاعبين واللي قدوه تحدث عما فات نشوفه أليه آخر ست سنين الأهلي بيصل لخمس نهايات خمس نهائي في البطولة الأفريقية مين في أوروبا وصل لخمس نهايات ورابعة أو مش ورابعة في خلال ست سنين مين في أفريقيا؟ غير الأهلي بس خمس نهاية أفريقية أو خمسة نهاية أفريقية تقسم منهم اثنين وفي بعض البطولات بردو لو فكرينها وتسترجعوا راحت لظروف معينة منها آخر بطولة راحت ازاي؟ كلكوا عارفون ظروفها لكنك تاخد بطولتين ورابعة من الخمس بطولات أو من الخمسة نهايات اللي انت وصلت لها أمر أعتقد أمر أعتقد أنه أمر يليك بالنادي الأهلي أن يصل العدد ده من النهايات وفي نفس الوقت أنه يحقق بطولتين ويفقد الحلم التاريخي بالنسبة لنا كانت البطولة الثالثة نفقدها نفقدها ازاي؟ وازاي كمان البطولة دي تروح للأسف بمساعدة ناس من مصر عن هذا الأمر ده أمر غريب شوية ولكن خلاص اللي حصل حصل خلاص ده أمر سبقا حللناه تماما وهو بيتطفق تماما مع ما قاله كابتل الخطيف فهذه الفقرة ولكنه أنهاها بأسف أن بعضا من ما يريدون عرقلة الأهلي في الداخل في الداخل والخارج وبعد كده هنشوف الوزارة عملت ايه؟ وعايزنا بس نكمل دورها بإذن الله طيب هنطلع الفاصل وبعض الفاصل جوانب أيضا مهمة أهلا بحضراتكم من جديد دي كابتل الخطيف فهي اعترافه بالمشكلة في إشارته للحلول في تأكيده لدور الجمهور وأيضا قيمة اللعيبة لم يغفل الإشارة إلى عنصر مهم جدا أدى إلى ما وصل إليه الحال في الأهلي نشوفه حاجة برضو مهمة مش قادر أن أنا الحقيقة ما أتكلمش فيها عوامل خارجية بتؤدي أو بتهدف إحباط الأولاد اللعبية منها مثلا تحكيم الحقيقة من السنة اللي فاتت هو علامة أو تحت التحكيم ده بقى ألف خط وعلامة استفام كبيرة أنا مش بقول هو السبب بس لا أنا قلت أسبيب كتير قبل يه وقلت إن إحنا ممكن أن نكون مخطئين لكن يا أخي أنت مخطئ حالتك مش كويسة ديني بس خليك عادل خليه بقى فيها عادل إدي الناس حقها لكن من السنة اللي فاتت لغاية دلوقتي علامة استفام كبيرة جدا كبيرة جدا بس كمان ومستمرية السنة دي بس كمان بقى واضح للكل حاجتين إن هناك أخطاء تحكمية فجة كلها ضد الأهل ومجملات وهناك مجملات في اتجاهات أخرى نطلب العدل بس نادي الأهلي بيطلب العدل فقط وفي الفترة دي كلها نادي الأهلي بقى كتير جدا من الجوابات كتير جدا مش عايز أقول أكتب من خمستاشر أو ما عرفش كان بس أكتب من خمستاشر عيشين جواب مثلا أنا مش فاكل كان بس ضبط مفيش حد بيرد كله بيكلم على التحكيم من السنة اللي فاتت والسنة دي وكمان تابعنا الخطابات دي بإحنا كلمنا المسؤولين سواء في اتحاد الكورة أو في الربطة كلمت معاهم أكتب من مرة وكان كل كلامهم عندكوا حق يعني طبعا احنا أصلي يبدو أن الكلام جاء على لسان كثير من الأهلوية بس دي الإدارة بتقولها لك جاء الموقف اللي شايفين واللي بتعاملوا معاه ما احنا كلنا شايفين فمش هتجد تناقض بين تحليلات الإدارة وتحليلات المقربين أو اللي همهم مصلحة النادي الأهلي أو جماهير اللي بتحب الأهلي من قلبها فعلا هتجد الكلام واحد يوم واحد يجي يقولك طب واخرتها إيه اللي عملته ما هون تبطبتك دي مش عارف إيه لا هو في منهجية في منهجية إدارية ومنهجية قانونية ومنهجية في إتعامل في جلب الحقوق أنا كلمت الربط تلان دي أكتر من مرة أنا عندك حق طب بعدين والوزير قالك عندك حق في الخطأ ولذلك أنا أقول للوزهر أيوة تشكروا أنكم عرفتوا المدان بس تابعوا تابعوا ماذا حدث معه وتملك هذا إنما نكتفي آه أعرفنا بقى طب واخرتها ما بيطلع للسانهم عادي قدام البيت كل يوم فأنا مسألة هم عايزين واصلوك أستاذ إبراهيم إيه البعض بقى يروح واخدك بسرعة كده لا عايزين موقف إيه الموقف القوي الباقي الانسحاب لن ينسح بالنادي الأهلي مع تسجيل الأهلي موقفه عمر الأهلي مكان لا ولا الثلاث لئات قالهم الكابت الخطيئ جمهير الأهلي النادي الأهلي بيتبع كل الطرق القانونية واللوائحية لأخذ حقوقه وصوته عالي في الحق بعض بقى اللي مستهد في الأهلي يطلعوا ده ناس ضعيفة النادي الأهلي مش كده النادي الأهلي مش صريط اللسان النادي الأهلي مش سباب ولا فاحش ولا بذيء الأهلي أجمل من كده بكتير الأهلي ليس سباباً ولا شتاماً ولا متجاوزاً والأهلي صوته عالي في الحق وأنا أعتقد يا جماعة اللي أنتوا يعني ربما الآن المتابع بقى لردود الأفعال في محطنا الخارجي وخصوصاً في دول الخليج حتى البعض وإلاك الذين كانوا يرون عكس الصورة بيقولك لا اللي بيحصل في الأهلي الحقيقة ده أمر غير مسبوق وغير معقول وغير مقبول فالأهلي صوته عالي في الحق فوصل لأصحاب الضمائر وعلى ذكر التحكيم يا جماعة لأنه محدش بيشعر الجماهير بالاحتقال أكتر من غياب العدالة والأهلي وهو وحش هو البعض بيستخدمها وسيلة للضغط على الأهلي وإدارته وجمهوره من خلال لا أنت وحشين ما تتكلمش يا عمي إدارة النادي ورئيس النادي لا يغفل أبداً ولا ينكر أن أنت عندك أخطاء وعندك تأثير وعندك مشاكل بيجري حلها لكن حتى وأنا وحش إديني حقي لو ديتني حقي حتلاقيني كويس حتى لو بقيت وحش إديني حقي وأنا وحش لو أنت وحش زي غيرك وبياخد حقه حيبت تبقى كويس لكن إديني حقي وأنا وحش أنا كويس المستوى الفني مش مبرر أبداً للحق مين قالك إن أنا لو كويس من حقك تظلمني جبتها منين ومين قالك إن أي منافس لو هو كويس تسهله أكتر ده كلام على فكرة مهما اشتكينا ومهما قلنا ومهما عددنا على شكل وأشكال الظلم التحكيم اللي حصل مش هيكون أكتر من نظرة موضوعية من حد مش أهلاوي الأستاذ خالد بأي يوم الرجل محل الرياضي كروي إسماعيلاوي عضو مجلس إدارة سابق في النادي الإسماعيلي لكنه راصد اللي بيحصل وعشان كده عمل فيديو يعبر فيه عن وجهة نظره الأمينة اللي حصل مع الأهل في التحكيم وهي شهادة حق لمن يبحث عن الحق نسمعوا في مشكلة كبيرة جدا جدا بالنسبة للتحكيم هذا تظهر في الأولى الأخيرة بشكل مستفز وبشكل كمان بأخطاء أنا وجدت نظر اعتبارها متعمدة مين سبب معرفش ومين المسؤول معرفش بس هي رسالة لكل مسؤول كرة القدم لمن يريد إقاع النادي الأهل إذا كان في حالات تعمل النادي الأهل شفناها في فترة أخيرة بشكل مستفز جدا وأخير المباراة فاكه أمر غريب جدا على الكرة المصرية هل فعلا مستوى التحكيم السيء قال لهم إن هما يعالجوا لمصلحة الكرة المصرية هل عقب النادي الأهل عشان سعد عبدالحفيز دي مشكرة قدم إن عقاب سعد عبدالحفيز ممكن يكون إقاف إداري غرامة مالية لما عقابه داخل الملعب أمر سائق جدا وشكله مش جاي السؤال التالي هل فعلا الأخطاء التحكمية ضد النادي الأهل المتعمدة والأمر فيه كارثة وكارثة كبيرة جدا؟ الواضح في مباراة الأخيرة أنه فيه فعلا تعمد طيب عشان وقتنا بدعمنا ده كلام الأستاذ خالد بيومي وهو ليس أهلويا ولكنه إنسان محترم محقاني حتى الأستاذ محمد شباني في الآخر كيف رأى خطاب الكابتن محمود الخطيب نشوف وكلام محترم جدا مش بس مهم ومحترم وأنا بس عايز أشيد بإسلوب الكابتن محمود الخطيب لأنه الإسلوب بيعكس حاجتين الشخصية والمؤسسة يعني أنت تحدث بأدب حتى مع من تختلف معه ده شيء يعني قمة الاحترام وقمة العظمة يعني ماجهة تكلم عن اتحاد الكورة رغم كل المشاكل اللي بتجمع بين الطرفين اللي إنه بيقول لك أصدقائنا في اتحاد الكورة أو زملائنا في اتحاد الكورة وإنه بره الموضوع إحنا أصدقاء لكن فيه حاجات أنا بستغرب ومدهش ليها كلام منمق وبيدل على إنه شخصية محترمة وأن النادي الأهلي بيرسخ برضه فكرة أن تختلف باحترام وده حاجة نتمنى أن تبقى موجودة في كل حد والجزء اللي تكلم فيه قال لك أنا لسته سباباً ولا شتاماً ولا العاناً كل الكلام ده النادي الأهلي مش كده خالص ده كلام يعني يحسب جداً لكابتن محمود الخطيب لكن الجزء المهم بالنسبة للجمهور منها الاعتراف بالخطأ ولما واحد بحجم الخطيب كابتن محمود الخطيب يعترف بخطأ وتقصير فني وهو مين هيبقى رجل فني في مصر أحسن من الخطيب يعني يفهم في الكرة أفضل من الخطيب فلما يعترف بالتخصير الفني تعرف إن الأهلي حطي إيده طيب عشان بسرعة وحنعلق تعليق واحد كان هذا رأي الكابتن محمد شبانة في خطاب الكابتن محمود الخطيب كابتن أحمد موسى جاء مش هتشوف هاني هتحول لا الأستاذ أحمد موسى له رأي مهم عن المؤامرة التي تحاك ضد الأهلي خطيب قال لك تعرضنا لمؤامرة من مسؤولي الكرة المصرية في أزمة نهائي دور الأبطال وده الاتحاد المصري مش هي در يرد لأن سيد وزير الشباب الرياضة عمل تحقيقات وأثبت أنه في مسؤول في الاتحاد المصري أخفى الخطاب اللي جاء من الاتحاد الأفريقي يبقى هنا كابتن الخطيب لما طلع يتكلم على مؤامرة هي مؤامرة ثبتت بتحقيقات وزارة الشباب والرياضة ماذا فعل اتحاد المصري اللي لم يفعل أي شيء؟ طب هل المسؤول ده معروف؟ مسؤول معروف للكل وبما فيهم الاتحاد اللي كان ياخد قرار ثم تراجع عن اتخاذ قرار وده يقول لك علامات الزفام أخرى أكي أنه النادي الأهلي ده بيلعب باسم بلد تانية مش باسم مصر كابتن الخطيب بتكلم على التحكيم واتهمات للتحكيم والتحكيم أخطاء تحكمية فجة ضد النادي الأهلي في حين إنه بيجامل فرق أخرى ده كابتن الخطيب قال كده الخطيب بيقول لك هل انتو بت يعني بتعاقبوا الأهلي عشان هو البطل؟ يعني هل بتعاقبوا الأهلي عشان البطل؟ وبعدين أنت ليه تبقى ضد أو مع أنت مالك؟ أي حد ماله أنت تبقى محايد أنت مصلحتك تدير الرياضة بحياد بشفافية واحترام لكل الفرق إنما فيه الكلام ده هيبقى عندك مشكلة قال أستاذ أحمد موسى بأسلوب مباشر مؤامرة هي جرائم ثابتة والوزارة أثبتتها وزارة الشباب وهي لا تسخب بالتقادم ولا تأمن أيها المخطئ الحساب اليوم غدا أو بعد غد ولكنه آت آت الحقيقة كمان الأستاذ حمد رز في مقالة مهمة له في المصر اليوم الخطاب الأحمر يبان من عنوانه قالك إذا خرج رئيس الناد الأهلي وتحدث إلى جماهيره فالأمر كما يقولون جد خطير والخطب جلل والخطيب نادرا ما يتحدث لقد طفح الكيلو وبلغ السيل الزبا وينضي حمد رز في مقالة مهمة جدا في تشخيص ما حدث حتى يقول خلاصته مطلوب دعم جماهيري أحمر لمجلس إدارة الأهل ولفريق الكرة على الحلوة والمرة ولبيبه شخصيا الذي يتعرض لحملة مسعورة معلوم مصدرها كرويا وليس بخاف على الجميع مستوى الحملة أخلاقيا الملاسنات مست السمعة والأسرة وكل ما يمط للخطيب بصلة بلغت حد الإهانة والرجل صامت على الأزاء فقط يطلب حقه بالقانون أما عن حقوق الأهل فللأهل جمهور يحميه دا كلام حمد رز دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير أن نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله أسبوع الخير